ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة تخيل انت اليوم لو انك تساكن في هذا البيت ولم تخرج منها من قبل فيه واحد يوديك صور انه صورة البيت من برة والأول مرة يوديك واحد يوديك فوق جبل يقول لك هذا هو بيتك لسا كتفيت واحد انا لازلت الى اليوم لا استطيع ان ادفع الدين الذي على كتفي لبلادي والفرصة اللي سنعتلي باني اشارك في مرحلة من المراحل بلادنا لازلت اشعر بهذا الدين لهذا المجتمع اللي احتضر وهذا المجتمع اللي اعطان الفرصة وهذا المجتمع اللي استقبل فهذه ايضا غيرت حياتي بالكامل جعلتني انسان انظر نظر مختلفة لمسار حياتي 25 عام 25 عام فهو راوله سلطان بن سلمان بن ابتال ازز الزعود لقد عملت انهال فقط انهاله وانهالية من العالم في العالم كل هذا حدث عندما دي زيارة في الاطارة الماضي والمعبور حل مجتمع الهوضوع وتعالي حول إنه مjazر لبعة جدا لده تم ظهر السلطة والشيائل لمصنع في فانها على السلطة النافجةة التالية بالمصنع ينتهي بعدها الكبار الأسلاط تشعر لبعض من مهارات اليوم أيضا وذلك الدين تحليل مع السلطة تشعر المترجمه الكهريم في الماركة، فرقاً عربية العربية، عملية مختلفة من الأجلال لتصمع ويقومة من تقللاتيات في تلو برادكسات تلوية. أجلسة العربية، في مساحتها الكبيرة، كان من الضروري التفكير بسائل الاتصال. هذه وسيلة الاتصال المضمونة في التواصل هو إجاد قمر لكي يغطي رقعة الوطن العربية. في الأنوان الأولى، فإنها تحتاج إلى مدارة العربية العربية كانت محتاجة. كان يظهر كمثل مجرد كمثل لتعود إلى مدارة العربية العربية إلى مدارة الوطن العربية. فكرة القمر العربي كانت نتيجة خبرة من إتحاد إذاعة الدول العربية وإتحاد المواصلات العربي الاتحاد العربي للاتصالات، وكذلك المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. وهذه المنظمات هي منظمات تابعة لجامعة الدول العربية. ارتأت أن يكون هناك تواصل بين الدول العربية جمعاء عن طريق شبكة هي شبكة قمر عربي يطلق. وبعد ذلك في عام 1976 أقرت جامعة الدول العربية إنشاء مؤسسة للاتصالات الفضائية وكان مقرها مدينة الرياض بالمباكة العربية السعودية. كانوا يطلقون أن يأخذ العربي ويطلق أربسات 1B. إطلاق قمر عن طريق مكوك الفضاء ووكالة الفضاء ناسا كان أحدى الطموحات للقمر العربي لكي يطلق وقد تمكننا من توقيع عقد مع وكالة الفضاء الأمريكية لإطلاق قمر ولكن في عام 1984 استقر الرأيي أن يكون هناك رائد فضاء يصاحب الحبولة يطلق علي أخصائي حبولة لأدتكي في العام 1980 عندما كان يبدأ في جنة دولة الإجتماعية كانوا يحيطون أتشاهد العربي لتأخذ العربي ولكن الأنزاء كانت تأخذها ومتع بإمكانك المتاعات لتعود على الأرباء وأصدقهم تتعاوية المساعدة تحديثهم ينظرهم من تتعرض أن يكون من المتاعات العربية إصابة العربية ساودي عربية المبكة العربية السعودية هناك وليكون المقر المقر لعربسات فقد ارتعنا أن يكون من يذهب لكي يكون اختصاص حمولة مصاحبا للقمر العربي من المملكة العربية السعودية ولكن لاستكمال الإجراءات فقد طلبت من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية ترشيح 20 طيار لإجراء الفحوصات الطبية سنة لإجراء بالنشطات للفحوصات المترجمات السعودية قمر من الدراسيلاً لمية ترجمة المترجمات لإجراء اختبار أنا حقيقة ترى عرفت عن الرحلة في وقت متأخر لم أعرف عن مضاء الترشيح أساسا إلا بعد أن سئلت إذا كان رغبت أن أرشح نفسي أو كمور المجموعة طبعا جوابي كان بدون تردد ولكن لم أكن أتوقع بأي حال من الأحوال أني يكون لي دواب في هذه الرحلة كان قائدنا قائد السرب الأمير منصور بن بندر بدأ يسأل أسئلة عن الفضاء نظرنا على بعض قال لا تستغربون نحن الآن جتنا برقية موجهة من سمو سيدي وزير الدفاع على قائد القاعدة الجوية واليوم وصلنا توجيه من قائد قاعدة المملكة عبد العزيز الجوية الأمير تركي بن ناصر يبغى واحد فيكم يتبرع ويصير رائد فضاء بعضهم أخذوها بطريقة غير جدية هز راسه وبعضهم رفاع يدهم من ضمنهم كنت أنا رفعت يدي أخذت الأمر بجدية صحيحة أنا كنت أقول ليش لا أخذت الأمر بجدية صحيحة وكذلك الوكالة الفضاء الأمريكية ناسا يعني ليست هذه السذاجة أنها تقبل واحد لأنه أول اسمه أمير أو من العائلة المالكة أو أنه لألقاب ما أختارته ولا أشحة هذه المهمة إلا لكفاءته أخذها 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 ومشانك سلطان كان يدخل بجدية صحيحة أخذها سلطان أخذها 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 ومشنة أخذها فاة سلطان كان يجب أن يتعامل المساعدة الأفضل. مواطن وحظوظها قد تكون منخفض جداً أصلاً في المشاركة وهو يعني المسؤولية ويعني حجم الموضوع وهذه الفرصة وردت وأنه يريد أن تستأذنكم تسمحوا له ضمن أي مواطنتين وأنه أسرتنا أسرت الوالدي هذا الكلام لكن الوالدي يعلم هذا الكلام فأسرتنا في طولها التاريخ كانت دائماً في المقدمة في قضية الحروب في وخاطرة بحياتها لم تكن أسرت تعطي تعليمات من غرفة محصنة يعني فأنه مثل مثل زملاء العخرين قال بلعني والدي الله يسأل من الملك فاعد وقف لحظة فكر شوي قال السلام أنت متأكد قال نعم طعم قال أنت متأكد أنه معزم وعنده عنده قدرة تحمل هذه المشفقة ما أخذ مسؤولية لكن التدريب والمشاكل قال أنا أعرفه متأكد منه قال أنا موافق كانت المقابلة في مزرعة الملك فهد رحمة الله عليه دخلت وكان موجود هناك الأمير سلمان بن عبد العزيز سلم عليه وبارك لي وتحدثنا يعني عادي حتى جاء الملك جاء الملك وجلس معنا وتحدث معنا وعطانا نصائحه أنا والأمير سلطان بن سلمان وتمنى أننا توفيق في الرحلة هذه ووصنا نحن نكلمه يوميا قلت يعني نحن معقول يكلمك أنا بخلي الكلام على الأمير سلطان بن سلمان أنا أقول يكلمك بعدين عرفت من الملك فهد شخصية الله أرحمه سألته بصبع خاصة يعني قال لي أنا أعرف أن هذه الأشياء صعبة ومعقدة وخطرة كذا ما بغيت أعرف أول شيء أنت تعي هذا المسؤولية وأنت عندك عزم ونحن بالنسبة لأن العزم مهم بالنسبة لأن حفاظ الله كان يتمنى أن يتأكد أن هناك عزم وأن هناك مخاطر لأن هذه هي سمعة سمعة البلد سمعة يعني مجموعات الناس يعني دول والفلد وكذا ولم يريد مغامرين حيثاً هذا المبغامر الأن أنه كان أحاول كامل يتمكن من المتحدة والعزم وفي المعزم كان يصبح أول شخصية الله أن يتمنى في الطريب المفهر وكان أول شخصية الله من يتأكد في الصفات المتحدة كان يدعم أيضاً من الصفات المتحدة اللضغة 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 وأيضاً جداً كطم يتمنى يتشاهد في الطريق بشكل كيف الجميع الأزمان حقاً بالسلامية اللضغة هذه الخطوة غيرت الكثير من نظرة الغرب إلى العالم العربي كان دائماً العالم العربي أنه يشتري التكنولوجيا ولا يصنع التكنولوجيا رحلة الأمير سلطان بن سلمان للفضاء فتح لا يمكن إلا أن أتوقف عنده هذا الرجل يلي دفع كثير من حياته ومن اهتماماته لكي يكمل هذا الإنجاز العلمي الكبير The two motivated young Saudis arrived at Clear Lake near Houston, Texas in the summer of 1985 They were about to start an intensive training period lasting 10 weeks Not intimidated by the fact that all other crew members had started their training months earlier Anyone who has flown into space knows that the training period is vital And is a long process that can barely be completed in a 10-week program We went to the fire station, the fire station, Lyndon Johnson, and me with T-shirts and jeans عند البوابة وقفنا سألنا في الرحيم قلنا عطينا علمنا وين الرحيم قال لا ما أنتم قلنا ليش قال نحنا متوقعين أن الأمير وحاشيته تأتي بعد شوية فلو سمحتم أخره عطينا البطاقات طلع فيها كذا رح أكلم قال عندي الأمير والحارس حقه البوديغارد موجودين ممكن ندخلهم يقول يا أمير موجودين لأي شكل واحي solitary للحجزة ينتظرني أمير يقول لي يقول يالله من البطاقات؟ والله أنت البطاقات وإن شكله أمير Behind the high spirits and good mood that cheered up the whole crew during the training process The two young men had to face tough conditions during the particularly humid and unpredictable weather in Houston من المجال لمضان في هيوستن وكلير ليك الرطوبة والحر الشديد والمهار الطويل كان فكان فيه اتفاق انه بعض مننا اللي اختاري سوم وبعض اللي اختار انه ما يسوم كان فيه فتوى اصلا شرائيا كمسافر من المفتي في المملكة سهلنا انا رغبت بالصيام كتجربة عرض علينا انه نبدأ يومنا بنتأخر شوي لم نرغب بذلك ولم نرغب بذلك ردنا أن برنامجنا يستمر كما هو بالفوت في الحر برنامج الرياضي برنامج التدريب يبدأ الصوح بدري كل البرنامج يعني ما يشعر مرادنا أن يشعر أنه نحن نحتاج إلى مساعدة أو إلى برنامج مختلف التدريب المفروض يأخذ له سنة كاملة وإحنا غضناها إلى شهرين ونص فلابد أن نحن يكون عملنا مضغوط وكنا نعمل ما بين 16 إلى 17 ساعة يوميا علما أنه جانا في آخر شهر الأخير شهر رمضان فقد كثير من وزننا لدرجة أن بعض اللي كان حولنا يعني ينظروننا يقولوا أنتم خلوا باركم النفسكم لتفقدون الوزن بهذه السرعة ما في شك كان نهار طويل كنا نأتي للبيت ساعة 9 ساعة ونصف نبدأ نراجع بعض التقارير ونعد تقارير اليومية ونكتب وكذا يجي وقت الإفطار قبل الساعة 10 مساء فكنا عبر ما نفطر وكذا ونجلس ونبدأ نفتش في العراق أحيانا كثيرا كنا ننام على الكرسي في الصالون لغرفة الجلوس لأنه من التعب ولا نستيقف لسحورة أو غيره كنا نستيقف على الفجر والله في بعض الحيان كانت بعض صحات الفجر موسيقى 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 Probably our first encounter with him before the flight the first time we met he asked Dan, Brandenstein the commander he said could I fly a camel on the mission and Dan, he was making a joke and Dan thought he said camera and Dan replied no you don't have to do that because NASA supplies all the cameras that we need for the flight he said no I'd like to fly a camel he said a camel why do you want to fly a camel and we didn't know about the camel races in Saudi Arabia he said I want to fly a camel so I could have the world's fastest camel we had a pretty demanding mission so you train for each phase of the mission you do a lot of ascent simulations entry and landing simulations and then we had four satellites to deploy plus one to retrieve which was kind of the neat thing is where you have to fly up close to it and then the mechanical arm, John Fabian, the mechanical arm went out and grabbed it so we had to train for all that and then later in the flow the two payload specialists were assigned and came on board so we got to know them and their training because they don't actually operate the orbiter systems that wasn't their part of the mission so their training is a little less detailed than ours but they still have to know how to operate all the human resources or the living equipment on board the vehicle and prepare their meals and how to escape in case there's an emergency and how to get in when you get ready to go launch so there was, you know, like I say, nine months of training probably about, I think there were about two or three probably three months with the Prince Sultan and Patrick Vaudray In fact that was the first really international crew in space because there was already a couple of times when there were two nationalities on board of a spacecraft but never more than two and three nationalities it's really very interesting After months of intensive training the crew was finally ready it was one of the first international space flights for NASA and a challenge for the newcomers to meet the rigorous standards once on board Flight 51G was scheduled for a rainy day and the whole Arab world was holding its breath I'm talking about myself and my family I'm talking about my experience and I'm talking about my feelings that we are living in the Arab world as I told you about the English that I hope that if this is the airport that will go to the Arab world and there will be the sun that we have here it will be here it will be the 2nd we are in the 2nd we are in the 2nd and we will see you in the 2nd and we will see you in the 2nd of the month was open the 3rd of the year the 1nd of the year was the 1nd of the year the 1nd of the year was the 1nd of the year to go to the airport but I want to go to the airport so I came up with one of the people who did this and gave me I don't remember the 2nd of the year but it was a 15th so I told you if you were able to get to the airport I wanted to go to the airport so this was a great deal ونحن وجدنا أنه بي المعامر الحسنى وعدم فرض ديننا أو حتى صور من صور ديننا أو حتى يعني تحميل الناس ما لا يحتملون جعلهم هم أصلاً يقبلوا على التعاون معنا ويقبلوا على احترام هذا الدين واحترام أنا كبشر نأتي من بيئة مختلفة ويمكن من ثقافة مختلفة وكان الخوف بالنسبة لنا هو أن لا تنطلق المركبة بعد التعب والتحضير مرة أخرى من 40 سنوات من مركبة 51G ويقوم بالنسبة للمحركات ما بدأت اللي نسمع صوت المحركات كل محرك يشعلوه يروح لأقصى سرعته وخفضوه ويتحرك اللي تلاحظه ما كوك بداه يتهزع شوية 7..6..5..4..3..2..1.. اللي تلاحظه ويسألتني ما هو أغرب يوم أو أكثر يوم إثارة في حياتك اللي أقولت له أنه ذلك اليوم الذي كنت أشاهد فيه انطلاق الكوك إلى خارج الأرض الواقع رهبت الموقف وحجم هذا المنتج أو الاختراع الكبير جداً أن ينهض من الأرض إلى السماء لا يمكن أن يصف التلفزيون أو السلمة حجم الصوت الذي يحدثه انطلاق المكوك إلى الفضاء والنيران التي تنشأ عن هذا فكان منظر مهيب وفيه شيء من الرحظة أيضاً والهيبة ما بالك إذا كان لك أخ في داخل هذا المنتج العجيب الذي يصابه عندما أقلع سلطان بن سلمان في المكوك ما كان لوحده كانت كل من يشاهده ليس المئة وستين مليون عربي كان يلاحظونه وهو يدور حول الأرض أو حتى الـ 800 أو 900 مليون مسلم اللي يمثلهم كان يمثل الدول العربية مجتمعة الأمة الإسلامية مجتمعة فهذا كان فعلاً أنا أعتبره إنجاز كبير ليس للمملكة العربية السعودية أقدره ولكن الأمة العربية بشكل عام كان الضغط كله أكثر على الصدر وعلى الرئة كان التنفس فعلاً 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 صعب يعني كل واحد يأخذ نفس بقوة جداً ثم يكتم ويتحس حقيقة أنك يعني ما في نفس فكنا نشعر بالإحتزازات القوية جداً ويتحرك المكوك بات السرعة والضغوط كانت تجربة حقيقة يعني كل المقاييس لا يمكن أن تنسى Once the space shuttle shifted into flight mode the sounds, the pressure and the tension vanished as the space shuttle entered the vast silence of deep space It was a time to meditate and ponder a time for quiet prayer next to that bag the prince had filled with zamzam water the holy quran and offerings from his king and his family أول شيء شفت أنا كان صامولا فكّت من الاحتزازات كلها مرت من قدام تسبح فبدأت بدين نحس كل شيء خفيف فكّر الأحزمة وكلنا شوق أن نطلع فوق ونرى الكرة أرضية وكلنا تسابق على نوافذ المركبة من قلبة كذا والكل الأرضية تحتنا أنا أذكر أن شفت منظر اللون الأزرق الغالب وأكثر شيء شدي نمون اللون الأزرق هو منظر الكل الأرضية من حناعة الكل الأرضية تكورها مع اللون الأسود اللامنتهي في الخلف الخلفية موسيقى بعد مزر موجودة فبقائم العراق الصوبة جميع المثال موسيقى تغيير المساعدة الهوضة إلى مدرسة ومعجزة. سلطان المترجمات الماضية كانت تغيير المساعدة من المعارضة ساودية منذ ذلك المعارضة، الذين تتعاون بشكل مباشر مع ناسا. أعتقد أن هذه الرحلة وما تلاها كانت عامل مشجع وحافظ رئيسي للمملكة العربية السعودية أنها وصلت إلى مرحلة تستطيع أن تشارك أفضل أماكن العلم في العالم مشاركة علمية جدية تبين أن هناك علماء وإمكانيات في المملكة العربية السعودية للانطلاق نحو المستقبل وأن المملكة قادرة على عمل ذلك. The stakes were high for the Saudi scientists. Each man had at least 10 ideas to share with NASA. Out of that batch of ideas, NASA selected the ones that were the most compliant with its rules. Since NASA was and still is very keen on monitoring the experiments that are done during a space trip, taking into consideration the time restrictions and the flight costs. The chemical experiments that were made for the experiment was based on our research in the field of chemistry, أولاً وثانياً على طموحات الأبحاث العالمية. طبعاً على سطح الأرض فصل السوائل. له قوانين تحكموا قوانين فيزيائية وقوانين كيميائية. ولكن إذا طلعنا في الفضاء عن زيرو كرافيتي، تحصل القوانين هذه ربما تختلف إلى حد ما، وكان ودنا أن نعرف الاختلاف هذا، ونقوم بتعليله من ناحية العلمية. شاركت في رحلة الفضاء كباحث رئيس في تجربة الغاز المؤين، وهي لدراسة الإشعاعات المبثقة من محركات المكوك، ففكرة استخدام الكاميرات في المكوك، وخصوصاً الكاميرا اللي في الذراع الآلي لدراسة الإشعاع، هذه الفكرة اللي طرحت ووافقت عليها ناسا، لأن ناسا كانت تشترط أنه خلال هذه التجربة أو هذه الرحلة، التجارب يجب تكون تجارب سهل تطبيقها ولا يحتاج تغيير تجهيزات وإلى آخره. ناسا أجلب 5 بخش gi Leonik Seeصن الموضوع سمتغلان 6 عن السان أختم بيج balancing Psalm Nasa من ناسا وقال بشيء براء أنا أحب أن أذكر لك موضوع وهو قد يكون شوي محرج لكن سامحني قلت له أبداً قال لي حينما حضرته بأول يوم كنا نستغرب من الزوار الجدد القادمين من مملكة الصحراء يسمونا هل يمكن لهؤلاء أنهم يقومون برحلة فضاء علمية ناجحة؟ يقولوا كنا نشك في ذلك لكن بعد ما انتهينا الآن وهذا هو حفل ختام أنا أحب أن أذكر لك أنكم فقت كل توقعنا كل توقعاتنا وظهرت بمظهر القادرين على إدارة وإجراء رحلة علمية ناجحة كانت الشمس تشرب وتغرب كل يوم 16 مرة كل يوم 16 مرة وأذكر أنه كان فيه طرفة مع المفتي يا رحمه الله أنه قلت له أنه احتمالنا نتلق في رمضان ونحن نرى كل يوم 16 مرة الشروق والغروب هل يجيو الصيام رمضان في يومين فكانت نكتة يعني منوعة فلما مرجعت المملكة ويت شيخ عب العزيز في الطائف في بيته فكان أيضا من داب النكتة قال إن شاء الله ما صنت رمضان في يومين فأنت له لم يحدث هذا ومن قبل أن يتساب العزيز عزيز من المنطقة وفي رمضان سلطان حتاة بالنسبة لي فكانت تصميم في الطائف فكانت تزوج كل يومين أجاب لي التمر وقال لي أنه الملك في بلادكم يبلغكم كنت رسالة يعني أنه جاء العيد الملك أعلن العيد فقلت له أنه لا أستطيع الفطار أني سوف أفطر على وقت فلوريدا وفعلا كنت عطشار وكنت جيعان وكذا على وقت فلوريدا فالناس أفطرت وأنا نازلت مستمر حتى أتى وقت فلوريدا كنت أشعر أني سوف أفطرت وأنا سوف أشعر وستشعر الخير في الظهر فإن أستطيع العığı لأنا نتعادة والذي كانت ذلك كنت صغير العيد والذي بعضاء النظر سلطان – meditating – observing the waxing and waning of the moon following its phases in this fasting period of the year. And Prince سلطان was a very vital part of our crew and we certainly enjoyed working with him. It was very interesting and I think it was very beneficial to all of us because it gave us insight into another culture and we learned to appreciate another culture and we also learned quite a bit about Saudi Arabia which we hadn't known before. So we were very, very thankful for that opportunity. Prince سلطان joined our crew a few months before the flight and that was very good news because he is very wise, very high level education. He helped us, the French part of the crew, I mean all the scientists, researchers and so in all our experiments. And for me, from a human point of view, Prince سلطان was a great help because he has a wiseness. And so we were with Prince سلطان a great team. He was like my brother, sometimes my older brother, sometimes my younger brother. Well, I think the endeavor of humankind to go to space has been very challenging and I think very rewarding. You saw it with the early programs in Mercury and you got to the space shuttle, you could include more people. The Russians and their Soyuz took various nationalities into space. Probably to this point in space history, the International Space Station is the greatest achievement of an international effort developing and building a huge, huge research facility in space. If I knew the answer to that, I'd probably stay in space and solve more problems. But looking at it from here, the trouble all over the world, not just the Middle East, but it looks very strange as you see the boundaries and the borderlines disappearing. Yesterday I was coming to our flight commander, mission commander Adam Brandstein saying that it's amazing that from one end to another of the last Central America, it takes a few minutes, whereby you plan a whole trip when you're using a traffic. I think a lot of people who are involved in causing most of these problems ought to come up here and take a look. What is the intention of moving on and in the future? I was asking a question from a question. Of course, the first thing I've heard from the earth is that I've seen the first time. For example, when I said to my first few days or other while I was coming to the Philippines through all the place. I was saying that the whole world was the geography of our countries. So of course I'm looking for generations. For the third or four days I was looking for the diplomatic dangers to these areas. بعد خامس يوم لم نكن نعي إلا كوكب واحد. حقيقة تحول ذين يحصل بشرعة إلى اليوم هذا بعد خمس وعشرين سنة. عندما أذهب أن أتنقل في أنحاء العالم، لازلت مضوع الحدود الجغرافية والمسافات، لازال بالنسبة لي لازم أذكر نفسي فيها. ما الذي يجعل هذا المسيح جداً على نفس الناس كان شغراً في تجربة أجل، من أجل أن تحديد أخوات الأخوات من أجل وسائل تتعرقوا على منطقتهم لغاية للعبرة والمجرمات ومعات الأخوات الأخوات المفتحة من الأجل. سنة تحديد النجاح المنزل لجمع العالم العربية إلى المناسبة من الناس الأوضاء كما تأيب بسيطان المشروف وعلى مدد من أجل الجزء من أجل المنزل لم نظام المنزل السنة لابدت تبع رؤية أن تسلع المحلسات من تلك تشاركات الأجهزة لا تساعدة تقنية إبقاء التريبات في السعودية السعودية the king was surrounded by a team of Saudi experts their mission was to establish the first communication between them and Prince Sultan everything was set the entire Arab world was holding its breath if the king could hear Prince Sultan from space it meant the whole Arab world could now communicate with each other أجاءتني إشارة الآن بأن سمو الأمير سلطان صباح الخير يا سمو الأمير سلطان بن سلمان سامعني؟ صباح الخير يا إيشا أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام بنتوا بخير ولوم يتأخر الوقت شوي نطمنكم الحمد لله أن المهمة على أحسن ما يرام والحمد لله تم اطلاق القامرة السناء العربي الثاني بنجاح تام إلى حد يوم البالح كانت عملية إفار القمر إلى مدارة ناجحة لدرجة أنه تم توفير الوقود لحياة وإطارة عمر القمر جلالة الملك فاهد بن عبد العزيز إذا سمحتم السلام عليكم شرفونا الإبن العزيز سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود أنتهز هذه الفرصة لأبعث لك ولزملائك من وطنك المملكة العربية السعودية أطيب التمنيات على متن هذه الرحلة التي سوف تكون إن شاء الله لخدمة الإسلام والمسلمين والأمة العربية إننا لفخورين بأدائك مهمتك الناجحة في الفضاء ونتمنى لك عودة سعيدة فكانت المكالمة طبعا كل مدارة خمس قاية لكنها تمت وكان هناك مفروض مكالمة أخرى قبل مكالمة الأمير مع الرائد الفضاء الفرنسي لكنها لم تنجح لماذا؟ ما أدري هنا كان هناك خربطة وفيها تلخبط مع الأقمار الصناعية في التوقيت لكن سبحان الله المكالمة التي تمت بين الملك وولمي سلطان كانت ناجحة بجميع المقاييس أحسنت أحسنتي في التحدث في التحدث في الواقع الملونة المشاهدة المرأة المتحدة فرقوا عن تلك التحنوات والتحنوات ومع المتحدة من المتحدة بين التعارض بجميع المتحدة ومع المعنى الآخر أحسنتي يا سلطان والحمد لله أنا جائح لك أرجو أن تحدثي لك وعليك وعليك وطيبين وبخير وإن شاء الله نشوك بالسلامة وبالتوفيق وأحسن خبر سمعته اليوم أنك ختمت القرآن في الفضاء وهذا شيء أشكر الله عليه دائما التوفيق إن شاء الله ومع السلامة لابد لي أن أثمن موقف والد الأمير سلطان سمو الأمير الملكي الأمير سلمان على موافقته لارتياد الفضاء من قبل نجله الأمير سلطان إن هذه كانت تضحية كبيرة وقد كنت في بداية الأمر متخوفا من قبوله بهذه الفكرة ولكن إقدامه وضح للعالم كله إن هذا الأب يضحي بإبنه لا سمح الله وليكون فيها مصلحة للأمة العربية ولوضع الأمة العربية في الفضاء الخارجي مكانة سامية وقد حققها الأمير سلطان فلات 51G حد أميرها وقد حصلتها وقد حصلتها إلى أميرها كل المنزل قد رأي أنه سيكون لتكون قد يكون أوقات قبل وقبل وقبل المنزل وأن العربية سيقوم and forever change their lives. سلطان اسمه الأمير سلطان دور أساسي في هالناحية هذه حيث أنه استمر من تلك الفترة إلى الآن في التحدث إلى الطلاب والشباب كان قدوة لكثير من الشباب اللي نمو في خلال تلك الفترة. في حالة الوقت في القطرة إلى الأرض عندما تتعود إلى الأرض ليس لذلك جيدا. لذلك أردت لأن هناك بعض الأشياء وقالت تجدون أن تتعود إلى الأرض لكثير من دقيقتين في السلطان. لكن كل شيء تعمل جيدا ونحن نرى على الوقت. ولكن عندما تتعود إلى الأرض, تكون الأبد في الأرض. He acting here when he got back. He was now a 가지 cuff for the Arabian world. And his job was communications to communicate with kids from the Middle East part of the world to get excited about science and technology. And to show that there is nothing that you can't envision, that you can't accomplish. cuz it was a celebration for the entire nation when Prince Sultan climbed out at the Space Shuttle he was still trying to remember the instructions he had received during his training avoid walking or moving fast in order to readapt to gravity yet the crowd waiting for him made him for the first time since the beginning of his train totally oblivious to the instructions الناس حقاً لم تحتفي بنا كانت تحتفي بنفسها الناس كانت تحتفي بنفسها بإنجاز لها بتذكيرها بأنه بلادنا وصلت إلى المستمعية أنها استطاعت أن تقدم خاصة لطريق العلمي يعني فلذلك بدأنا نحن نحتفي مع الناس كانت الناس كلها متحمسة متحفزة لما رحت لسوريا كنت سوريا لما رحت للمغرب كنت مغربة جزائر كنت جزائري رحت للسودان كنت سوداني ولا شعرت إلا بذلك ما كان المقصود من الرحلة هذه كلها أن نحن راح نغزو الفضاء والمقصد كله من الرحلة كلها لدفعة الشباب العربي بشكل عام أنه ليس هناك شيء يمنعه من التحدي ومن خوض التجاهر الانطباع الأساسي هو بعد عودة الفريق العلمي واستقبال خادم الحرمين الشريفين وزيارة الفريق العلمي مع سمو الأمير سلطان للمدن الرئيسية والضجة الإعلامية التي رافقته واهتمام هذا الفريق العلمي بالعلوم أنا متأكد وأيضا زيارات المدارس التي عملت من قبل أعضاء الفريق العلمي أو من قبل سمو الأمير سلطان للمدارس كونت أفكار جديدة وأنشأت لهم نماذج جديدة لم تكن موجودة حتى يستطيعوا أن يحاكوها من العلماء في بجال متقدم الرحلة مثلت فجر جديد في تاريخ الشباب العربي هذه لأنها مزجت بين التقنية والعقيدة والتمسك بالمبادئ الأساسية ودائما الناس تعتقد وتقول خطأ أنه تم استقبال رائد الفضاء العربي المسلم الأول والأول مرة أقول لك هذا الكلام هذا أنا لم أكن أرغب ولا أرغب حتى اليوم الإشارة للرائد الفضاء أنه هو الرمز لهذا العملية والواقع الفريق أنا سميه فريق الفضاء فريق متكامل مبدع اشتغلوا في تدريل عقبات ومشاكل دخلوا في أعقد المؤسسات العلمية وعملوا في موضيه معقدة جدا أكثر بكثير من ما تعرضت له أنا وزميلا بمعسل بس أم زميلا بمعسل بس أم زميلا بمعسل بس أم زميل وعنا والدخط hmm صح dum it's been to share his experience and to serve his nation giving the New Generation incentives to pursue their dreams working with today's visionaries under King Abdullah's guidance to offer a brighter future for the Kingdom of Saudi Arabia and for the entire Arab world you know its hard to think back at our spaceflight experience important and think that Is twenty-five years ago time really does go faster than we would like it to go uh... but we had uh... a bond of friendship as well during our spaceflight which has lasted through these twenty-five years i think that's one of the really pleasant things about our lives that we live here on this planet uh... that our association last longer than ما يجب أن نظر interesting. إذاً، أحصل في التعامل من الوقت القليل من الوقت المعاملين. مما يعرفون ما يكون يبدو 25 سنوات من الآن. في بعض الأسبوع، أشخاص يكونون في الوقت ذلك، لكن في بعض الأشياء، في الآن أن يكون لدينا اليوم. لذلك، سنحن فتحهي بالفعل، هو بالطبع إلى أنه سعيد العربية ومتعي الأخير من الله، ومتعه في التعامل، ومتعه فيها من النبيان. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لأنها مناحلة وبخدمت بكل مفتور. لأنها يتوقع الأمر من النمو من أن تزيير بشكل طوالحة ويسكنت ت whoseك عندما يتوقع وفتح بيئي Remember وفتح بنا بحكم ومع وفتح بشكل طوالحين أنه مختلفا ومع أنت تكون بشكل طوالحا وكما أنت تتمكن من فعلها في البحث يشكل طوالحي ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر